أعلنت وزارة الحج والعمر السعودية وصول أربعين ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانين حاجا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام وذكرت الوزارة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل ستة وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعين حاجا قدموا برا بوسطة الحافلات فيما استقبلت محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة تسعمائة وثمانية عشر حاجا كما استقبل مركز حجاج البر الفين وخمسمائة واثنين وستين حاجا بعد أداء فريضة الحاج وطبقا للإحصائيات فقد غادر الفين وثمانمائة وثلاثة وستين حاجا المدينة المنورة بعد الحاج من بينهم الفين وسبعمائة وثلاثة وثمانون حاجا غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي